اشتركوا في القناة انا وياكم نبلش في موضوع بتحبوه اسمه موضوع توحيد المقامات هو مش بتحبوه هو بتخافو منه شوي تعال الان انبسطنك توحيد المقامات نخليها بطريقة متكتكة راقية ان شاء الله يا رب تعجبك تبع معا اول اشي استاذي توحيد المقامات بدنا نشتغل اذا كان المقام جزء من المقام الثاني او من مضاعفاته تفرج علي اثنين ع ثلاثة زائد واحد ع ستة هلا مشكلة الطالب استاذي بالامتحان بيعرفش يوحد مقامات ولا يضرب اسمعني صديقي عشان تفهم توحيد المقامات يعني يكون عندك كسرين بينهم اشارة فقط يا جمع يا طرح مش ضربوا قسمه الكسور تضرب وتقسم عادي ما فيها مشكلة بس في الجمع والطرح لازم هذول شايفين هذول هذول اسمهم مقامات لازم في الجمع والطرح هذول المقامات استاذي يكونوا نفس الرقم نفس ايش استاذي رقم بسأل حالي اول سؤاله بقول هذا المقام الثلاثة وهذا المقام ستة مين المقام الاصغر والله الاصغر يا ابو اليسين هو الثلاثة حلو اذا ممسك المقام الاصغر طب بسأل حالي سؤال هل بقدر اضرب الثلاثة في رقم تعطيني الستة؟ اه والله يا استاذي بقدر اضرب الثلاثة باثنين إذا ضربت الثلاثة باثنين والله يا استاذي بتسير ستة 100% حلو كثير كونك إذا ضربت الثلاثة باثنين بتسير ستة زي ما ضربت المقام في اثنين لازم تضرب البسط في اثنين الله عليك بوليسي إذن دايما اللي بضرب في المقام بضربه في البسط عشان أخافض على التوازن باجي بقوله 2 ضرب 2 4 على 2 ضرب 3 6 زائد 1 على 6 الآن يا جماعة الخير المقام الأول نفس المقام الثاني ويساوي مش تقولي زي الهبيلي 6 زائد 6 12 أوعة لا باجي بقوله المقام نفسه 6 لأنه توحد المقام الآن بس بجمع البسط بس بجمع مين البسط اللي فوق البسط اللي تحت المقام بقوله 4 زائد 1 كم الجواب أستاذي 5 إذن الجواب النهائي 5 على 6 الله عليه هاي لما يكون واحد من الكسور مقامه من مضاعفات المقام الثاني كمان واحدة عشان المخمخها 1 على 2 زائد 1 على 4 لحظة أبو اليسين قال لي كسر وفي جمعه طرح وكسر ثاني بتطلع على المقامات بغمض عيوني هيك بعمل شو اسمها شو بتسموها يوغا آه يوغا وببلش أقول مين المقام الأصغر المقام الأصغر يا أستاذي الاثنين طيب الاثنين بشو بقدر أضربها عشان تعطيني المقام اللي هون الأربعة بقدر أضربها باثنين حلو كثير وزي ما ضربت مقامك باثنين تضرب بستك في اثنين مية بالمية الاثنين ضرب واحد اثنين على اثنين ضرب اثنين اربعة زائد واحد على اربعة الان صديقي وصديقتي الفين وستة ياللي بدهم يصيروا توجيه يا حلوين امامين السنة الجاي ولا بشهر خمسة او ستة الان المقامات توحدت فالمقامات موحد اربعة الان بجمع اثنين زائد واحد كم الجواب تلاتة اذا كم الجواب النهائي ثلاثة على اربعة طيب بيقول لي طالب افرض استاذي المقامين ما كانوا من مضاعفات بعض شو اعمل تعال اقول لك شو تعمل هذا يا جماعة الخير اثنين على ثلاثة واللي جنبه زائد ثلاثة على اثنين سألتك بالله مين المقام الاصغر المقامات مش موحدة وبينهم جمع المقام الاصغر استاذي هو الاثنين طب سؤال بشو بقدر اضرب الاثنين عشان تعطيني الثلاثة فيش ولا يمكن استاذي شو بتحكي انت والله لو انك هبيلي ما بتحكي شو اضرب قدش اضرب الاثنين بتعطيني ثلاثة حيطزوا يا مرحبا ما بيجي فيش شي بضرب فيه اثنين بيصير جواب ثلاثة كوني مش قادر احول المقام اللي صغير زي الكبير بقول له بسيطة اذا بعمل الحرك اللي علمك اياها شو بعمل المقام هذا بضرب فيه هون وبضرب فيه البسط والمقام اللي هون بضرب فيه المقام وبضرب فيه البسط شوف ضربت مقام هذا في الكسر كامل اللي هون وضربت مقام هذا في الكسر كامل اللي هون يلا نضرب بسير اثنين باثنين اربعة على اثنين بثلاثة ستة زائد ثلاثة بثلاثة تسعة وعا تقول لي ستة ولا بكرة بعرفك ثلاثة بثلاثة ستة ولق ثلاثة بثلاثة تسعة هذيك ثلاثة زائد ثلاثة ستة اثنين ضرب ثلاثة ستة صف المقام عندك ستة والمقام هون ستة إذن فالمقام الموحد هو ستة الآن أربعة زائد تسعة بجمع البسوط الجواب تلتطعش إذن الجواب يا جماعة الخير ثلتطعش على ستة لزيز كمان وحد يا عبد العزيز أربعة ثلاثة ناقص اثنين على خمسة كسر مجموعة ومطروح من كسر محمود ياسين قال لي توحيد مقامات روح المقام الصغير ارمح ارمح دريقن دريقن تعال هاي المقام الصغير ثلاثة طيب بشو ممكن أضرب الثلاثة يا جماعة تسير خمسة ما في أستاذي شو الرقم البضرب بثلاثة بيعطيني خمسة فش يا أستاذي كونه ما في رقم اني أضرب في المقام الصغير يعطيني المقام الكبير معناته بعمل التبديل تاعي الخمسة اللي هون بعمل ضرب بضربها بالمقام اللي هون ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة والثلاثة اللي هون بضربها بيه المقام اللي هون خمسة ضرب خمسة يلا نضرب خمسة بأربعة عشرين خمسة بثلاثة خمستاش ناقص اتنين بثلاثة ستة خمسة بثلاثة خمستاش لقد توحد المقام يلا نطرح المقام نفسه خمستاش الله عليك عشرين ناقص ستة الجواب اربعطاش يا ويلي لأول مرة في عالم كرت القدم طالب الفين وستة بارة في واحد مقامات شابو برابو إذن علمناكم كيف المقام لما يكون من مضاعفات المقام الثاني وكيف لما المقامين وستاذ يكون لهم مش علاقة ببعض واحد طز واحد مرحبة بضرب هون بالمقام بالمقام وهون بالمقام بالمقام وطلع الجواب حلو كانت مقدمة حلو الآن بدي اياك تروع على دوسيتك التأسيس اللي بعتنا لك اياها بيدي اف او اللي حصلت عليها عن طريق المكتبة اللي عند بيتكم تعالوا نشوفها السؤال الصغير هاي كل اشي كنت احكيه هاي كتبت لك يا مقدمة هون تعالوا مع بعض يلا بسم الله بدأنا يلا شباب حلوين امامير فرجوني مهاراتكم اثنين على ثلاثة زائد خمسة على اربعة محمود ياسين قال لي كسر زائد كسر معناته توحيد مقامات كيف بنوحد المقامات بتطلع وين المقام الصغير الثلاثة طيب يا جماعة الخير الثلاثة يا حلوين يا امامير يا كاتكيت يلي انا بحبكم يحكولي بالله عليكم في الشولي غلي الثلاثة بشو بقدر اضوبها تسير اربعة ما في رقم شو بضرب الثلاثة تساوي اربعة فيش استاد رقم بضرب فيه ثلاثة بيعطيني اربعة طب شو بدي اعمل ولا اسهل منها كوني ما بقدر احول المقام لصغير زي الكبير بضرب هذا المقام بالثلاثة وبضرب هذا المقام بالثلاثة او البسط وهون بضرب بالمقام الثاني ضرب اربعة ضرب اربعة تمام ويساوي اربعة ضرب اثنين ثمانية على اربعة ضرب ثلاثة اطناش زائد خمسة ضرب ثلاثة خمستاش على اربعة ضرب ثلاثة اطناش الله عليك خمسطعز زائد ثمانية ثلاث وعشرين على كم المقام موحد اطناش الله عليك يا ابو اليسين الله عليك يا ابو اليسين ما اسكاك كمان وحدي يلا المقام توحيد مقامات كسر بلس كسر كسر ماينس كسر شباب صبايا هاي وين المقام الصغير هاي المقام الصغير سؤالي للشباب والصبايا الشاطير 2006 المقام الصغير هل بقدر اضربه في اشي يصير زي المقام الكبير اه استاذي لا عاد شو بقدر اضربها باثنين تصير اربعة وكوني ضربتهم باثنين بشو بضرب استاذي هون باثنين اذا هذول من مضاعفات بعض بيصير الجواب باثنين بسبعة ارباطعش اثنين باثنين اربعة زائد ثلاثة على اربعة يلا اشوف ارباطعش زائد ثلاثة سباطعش والمقام بيظلوا زي ما هو استاذ قديش اربعة اذا الجواب النهائي سباطعش على اربعة حلوين الشباب والصبايا هاي جواب الاولى وهي جواب الثانية يلا كمان وحدة تعالوا اتفرجوا لي على عندي كسرين بينهم جمع صح؟ يعني عليك او طرح بهمنيش اتفرجوا لي على المقامين هل المقامين موحدات؟ لا يا استاذي هذا ثلاثة وهذا ستة طيب سؤال مين المقام الصغير؟ الثلاثة طيب شو بقدر اضرب بالثلاثة بتصير ستة؟ اه سهلة بقدر اخلي هاي زي هاي كيف استاذي؟ ببساطة بضرب الثلاثة في اثنين بتصير ستة وهاي لازم اضربها في اثنين لاني شو ما بضرب بالمقام بضرب بالبسط طيب ويساوي سالب خمسة بالظلة زي ما هي على ستة اذا الاول نزلته زي ما هو زائد اثنين ضرب اثنين اربعة على ثلاثة ضرب اثنين ستة ويساوي المقام موحد هو ستة المقام موحد شو استاذي؟ ستة طيب كيف اجمع واطرح؟ كيف علمتك الحصة الماضية؟ تعال عددين مختلفين في الاشارة هاي اشارتها سالب وهاي اشارتها موجب للاربعة عددين مختلفين في الاشارة نطرح ونأخذ اشارة الاكبر سالب خمسة والاربعة خمسة ناقص اربعة واحد مين الاكبر من الثاني؟ الخمسة شو اشارتها؟ سالبة اذا الجواب سالب واحد عقدش استاذي؟ سالب واحد على ستة شابو برافو تيجي على البعديها يلا تخافش رح اخليك تحل كمان شوي امشي معاي هون واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنين تعالوا يا حلوي وين المقام الصغير؟ هاي المقام الصغير بقدر اعمله زي الثلاث اذا ضربته باشي؟ لا والله استاذي ما بقدر لو ضربته ما بقدر اعمله نهائيا طب شو الحل استاذي؟ تعال اقول لك زي ما علمنا ابو الياسين شو علمنا ابو الياسين يا جماعة؟ فرج بضرب المقام الصغير بهذا ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة والثلاثة هي بضربها باثنين هاي ضرب اثنين ضرب اثنين يعني مقام هاي بنضرب هون ومقام هاي بنضرب هون يساوي يلا اثنين بواحد اثنين على اثنين بثلاثة ستة ناقص واحد بثلاثة ثلاثة على اثنين بثلاثة ستة حلويا اذا صارت اثنين على ستة واحد صارت ثلاثة على ستة حلو شو اكتب الان استاذ؟ اثنين ناقص ثلاثة لحظة عددين مختلفين في الاشارة اثنين اشارتها موجب والثلاثة اشارتها سالب نطرح ونأخذ اشارة الاكبر هل المقام ستة اثنين زائد اثنين ناقص ثلاثة عددين متشابهين بالإشارة نطرح ونأخذ إشارة الأكبر إذن الجواب ثلاثة ناقص اثنين واحد والجواب عنده أستاذي سالب لأنه الأكبر شو قشارته أستاذي إشارته سالبة أتوقع وصلكم الموضوع وصرنا حلين مجموعة أسئلة مور ذان انف أتوقع الفكرة وسطتك صح طيب أعطينا إيش نحلو هنا اللي بده يحل في عندك هذا السؤال طبعا رح تلاقي إجاباتهم بالدوسية جزد هذا السؤال وهذا السؤال يا حلوين جربوا حلولي إياهم لحالكم وقلوا لي شو النتيجة اللي بتطلع معكم بتقدروا تتأكدوا من الإجابة من الدوسية لأنه محلولة عندك طيب روح على الصفحة الثانية تعال معا يال انحللنا كمان شوية أسئلة شو رايكم يال بسم الله يا جماعة الخير شوفوا لي سؤال تسعة واحد بقول لي سالب خمسة على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين طب أستادي ما هون المقام موحد جاهز المقام نفسه في داعي أوحد مقامات لا فيش داعي أستاذ إذن عطول سالب خمسة ناقص ثلاثة إشارة الخمسة سالب إشارة الثلاثة سالب ما هي الإشارة للسالب المقام بيظلوا نفسه اثنين عددين متشابهين بالإشارة ماينس خمسة ماينس ثري نجمع ونأخذ نفس الإشارة ثلاثة وخمسة ثمانية وشو إشارته مستاذي سالبة يعين عليك طب سؤال بقدر أقسم الثمانية على اثنين طبعا أستاذي ثمانية على اثنين كم الجواب أربعة وبحط لها إشارة إش أستاذي إشارة السالب لأنهم مختلفين في الإشارة تعالي نشوف كمان وحديا الآن أستاذ تفرجوا لي على اللي فقيها طيب هلأ هون المقام الصغير هون المقام الكبير هل بقدر أضرب الثلاثة بإشي يعطيني أربعة لا والله ما في يا أستاذي طب شو الطريقة لعلمتكها قبل شوي تعالوا أستاذي بنضرب هاي بالمقام اللي هون ضرب ثلاث وهاي ضرب ثلاث نفسي ليشي وبنضرب هاي بالمقام اللي هون ضرب أربعة وهون ضرب أربعة يلا نضرب بتسير أربعة في سالب أربعة سالب ستاش على أربعة في ثلاث اطناعش ناقص واحد ضرب ثلاث ثلاث على أربعة ضرب ثلاث اطناعش يساوي هاي الثلاث إشارتها سالبة وهاي الستاش إشارتها سالبة والمقام موحد هو اطناعش حلو كثير طيب إحنا حكينا عددين متشابهين في الإشارة السالب ستاش والسلث نجمع ثلاث وستاش تساطاش ونأقض نفس العشيرة من عشيرة السالب لأنهم نفس الإشارة يعيني عليك طيب تعالي أدلعك شوف لي هاي سبعة ناقص خمسة على اثنين أه أستاذ شبنا نعمل إحنا نخرب بيتنا ما جابلناش كسين ولا هدي هدي خليك معاي وشوف كيف تتحدى صديقي أي رقم بالعالم هو عبارة عن مقام واحد السبعة هي سبعة واحد الستة هي ستة على واحد الخمسة هي خمسة على واحد الأربعة هي أربعة على واحد معنات أي رقم مطروح منه كسر خطه على واحد وفكر معاي هل بقدر أحول الواحد زي الاثنين كون هالمقام الصغير آه بقدر أضرب هاي باثنين وزي ما ضربت هاي باثنين بضرب هاي باثنين مية بالمية مية بالمية يال اثنين ضرب سبعة أربعة عشر على اثنين ضرب واحد اثنين ناقص خمسة على اثنين يا سلام عليك يساوي هلو أستاذي أربعة عشر ناقص خمسة الجواب تسعة والمقام بيظل وقديش أستاذي اثنين يا سلام علي حلو شوف الثانية هاي ثمانية ناقص ثلث كونه ناقص كسر الثمانية عقدش استاذي على واحد يعيني عليك طيب هاي المقام الصغير بقدر عمله زي الثلاثة آه اضربه بثلاثة وهون اضربه بثلاثة بتصير ثلاثة بثمانية اربعة وعشرين على ثلاثة بواحد ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة ويساوي المقام نفسه ثلاثة اربعة وعشرين ناقص واحد الجواب ثلاثة وعشرين على ثلاثة معناته اي استاذي عملية طرح او جمع بين كسر وعدد صحيح العدد الصحيح دايما مقامه شو يساوي واحد كمان واحد يقوي قلبك معي يلا بعدين انت ان شاء الله عشان ما اطور عليكم انا حصص التأسيس تأزيزة ما بخليها تمد على النص ساعة عشان الطالب ما يزهق يحب المادة ما ينضغط بالمادة اليوم توحيد المقامات حصة جاي القوة حصة اللي بعدها التحليل شوي شوي من درج مواد مش راح اترككم من هون ان شاء الله الا لما تكون اساسك قوي ومتين وقدت حالك وتتجرأ تدخل عماد التوجيه بعين قوية تفرجوا استاذي اربعة ثلاث ناقص سبعة هاي السبعة يا جماعة سبعة قديش سبعة على واحد الله عليك طيب الان بقدر عمل الواحد زي الثلاثة المقام اه بضربه بثلاثة بضربه بيصير عندي اربعة على ثلاث هاي الاولى زي ما هي ناقص سبعة بثلاث واحد وعشرين على ثلاث ويساوي الاربع اشارتها موجبة عددين طبعا المقام الثلاثة زي ما هو عددين مختلفين في الاشارة نطرح ونأخذ اشارة الاكبر واحد وعشرين ناقص اربعة سبعة عشر مية بالمية طيب مين الاكبر الواحد وعشرين والااربعة الواحد شوشرة سالب اذن الجواب سالب 17 على ثلاثة حلو طيب وهاي استاذي هاي انت بدك تحلل لها رح تلاقي ايجابتها في دوسيك ان شاء الله جاهزة فانت بدك تحلل لها الان استاذ اسمعني كويس وفهمني وعي حصتي قصيرة حصتي حلوة حصتي موضوع واحد اسمه موضوع توحيد المقامات اذا قدرت تفهم حصتي اليوم من توحيد المقامات وحليت السؤالين ثلاثة لعطيتك اياهم فانت بتكون توحيد المقامات باذن الله وضعك ممتاز هاي من الاولى من هون وكل اشي كنت اشرحه هايوا على اللوح موجود معك وهاي الحصص الموجودة معك دائما وابدا الان دي اطلب منك طلب صغير وبده اقول لك يا صديقي ويا صديقتي اللي لسه تمنظم على جروباتنا التأسيس جروباتنا التأسيس جروبنا التأسيس استاذي موجود دائما 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 على رقم الواتساب اللي على الدوسية داخل الدوسية رقم الواتساب اسمه مجموعات الاستاذ محمود ياسين انضم على رقمنا على الواتساب باستاذ في اي محافظة كنت. عشان بنزل حصصنا داخل منصة جو اكاديمي وبنزلها دائما لينكات عبر القروب او التطبيق. فبيدي من الكل. يحمس الكل. عشان نعرف. هذيك اليوم ما كناش نجمع و نطرح. سرنا نجمع و نطرح. سوالب. موجب. موجب سالب. سالب موجب. ما عنا مشكلة. سرنا نضرب و نقسم. سالب ع سالب موجب. موجب ع سالب سالب. موجب ع موجب موجب. حص الماضي ذكروها. اليوم سرنا نعرف نعرف نوحد المقامات. كيف وحد من المقامات? بسيطة. اذا كان احد المقامات من مضاعفات المقام الثاني. باعمله زيه. بضرب الثلاثة باثنين صارت ستة. كوني ضربت تحت لازم اضرب فوق. واذا المقامين نعلهم علاقة بعض. ما بقدر اعملهم زي بعض. بضرب المقام هذا في الثنتين هذول. وبضرب المقام هذا في الثنتين هذول. هيك استاذي هذا هو توحيد المقامات. وايا. عدد صحيح. دائما مقامه قداش استاذي مقامه واحد. لا تستهين بالموضوع. اغلب اغلاط التوجيه العلمي والادبي في امتحان الوزارة غلط في توحيد المقامات. استاذي ييه بيعمل لي زيه. استاذي ييه بغلط التوحيد المقامات. قلت له شو يعني اعمل لك. ضاعت العلامات يا حبيب. شو استفدت انا. بالله عليكم يا جماعة الركز. بالله عليكم الركز. بالله عليكم الركز. ان شاء الله الحصة راح تكون موجودة بالعاجل القريب معاكم. وان شاء الله وراها على طول. حصة راح افرجيكم اياها الان. راح تكون ان شاء الله الحصة القادمة هي 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 عبارة عن حصة القوة. الاساس والاس. شايفينهم الاساسات والاسس. الحصة القادمة ان شاء الله راح نحكي على القوة الفردية. قوة الزوجية. الاساس الموجب. الاساس السالف حصة كاملة امتك تكي رح تكون اطول من هاي شوي يعطيكم العافية دائما بقولكم من هنا من منصتنا الحبيبة منصة جو اكاديمي كان معكم اخوكم المحب دائما استاد محمود ياسين 2006 انا بانتظاركم شدوا الهمة والله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته